السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالعزيز من قناة سركل اليوم معنا البيكسل 3A من شركة جوجل فخليكم معي الجهاز اللي معنا اليوم هو البيكسل 3A الحجم العادي بمساحة تخزين 64 جيجا سعر الجهاز يبدأ من 399 دولار امريكي حوالي 1640 ريال سعودي على العلبة سكرين من اليمين وليسار فيهم شريط يسهل عملية الفتح وبدأ خلها نشوف الجهاز بحجم بليد ممتاز مناسب مو مرة صغير مو مرة كبيرة مع الجهاز تجع أوراق الاستخدام ودبوس الشريحة سلك الشاحن USB-C والشاحن اللي يدعم الشحن السريع يتواجد بعد أدابتر تقدر تستخدم لنقل بياناتك من جهازك الأندرويد أو الآيفون لجهازك الفيكسل أثناء تفعيل الفيكسل راح يورينا كيف تستخدمه طبعا الجهاز يتواجد بحجمين البيكسل 3A والبيكسل 3A XL بمساحة تخزين واحدة بس 64 جيجا مع 4 جيجا رام الحجم الأول صغير شاشة 5.6 انش مثل ما ذكرت لكم بسعر 1640 ريال الحجم الكبير بشاشة 6 انش وبسعر 1970 ريال حوالي 2000 ريال الجهاز يجي بثلاثة ألوان الأسود والبنفسج الفاتح والعبيض المعالج بالجهاز سناب دراجون 670 غير اللي بنضير البيكسل 3 بمعالج سناب دراجون 845 نبدأ بزالة البلاستيك ونشوف الجهاز الشاشة على البيكسل OLED في البيكسل 3A عندك كاميرا أمامية واحدة بحجم 8 ميجابيكسل بس جودتها أضعف من اللي في البيكسل 3 اللي يجيب كاميرتين أمامية ونشوف سماعة نفسها بتكون سبيكر أمامي وجنبها مستشعر الإضاءة جهة اليسار بس منفذ للشريحة تصميم البيكسل 3A من الخلف مستوحى من البيكسل 3 لكن هذا الجهاز مصنوع من البلاستيك الكاميرا الخلفية نفسها اللي في البيكسل 3 12 ميجابيكسل مع مثبت الصورة وعندك زر البصمة الخلفي جهة اليمين زر الطاقة وأزر التحكم بالصوت ومن فوق نشوف عودة منفذ السماعات من الأسفل منفذ الشاحن والسبيكر وعلى فكرة الجهاز يدعم الستيريو سبيكر والشحن السريع طبعا في هذا الجهاز جوجل تبي تدخل في المنافسة في الأجهزة بالسعر الاقتصادي ولكن الفكرة هنا جوجل تبي تعطيك كاميرا ممتازة في التصوير وتتفوق على باقي الأجهزة وراح نشوف ونقارن أثناء مراجعة الجهاز الآن خلي نرجع لإعداد الجهاز وهنا لما قلت لك عن طريقة استخدام الأدابتر أول شي تشبك الآيفون بسلك اللايتنينج ومن الجهة الثانية للسلك تشبك الأدابتر وتشبك الأدابتر بالبيكسل ومن هنا تبدأ نقل بيناتك الآيفون إلى البيكسل الطريقة الثانية عن برنامج جوجل في جهازك الأندرويد تفتح برنامج جوجل أضغط على زر المايكروفون وبس عليك تعطيه أمر Setup My Device ومن هنا راح تلقائي دور على جهازك البيكسل تتأكد من الأشكال نفسها بالجهازين تدخل كلمة السر أو الرقم وتختار نسخ بعدها راح يخيرك إيش حاب تنقل من بياناتك وتوافق ويبدأ بنقل بياناتك بعدها بيطلب منك إذا حاب تسجل البصمة تقدر تسجل خمس بصمات بالجهاز أنا راح أسجل السباب اليمين وليسار لأنه هذا يكفيني بعدها تفعل مساعد جوجل خاصية ثانية موجودة بالجهاز هي حساسية الأطراف إذا ضغطت بيدك على الأطراف الجهاز راح يستدعي مساعد جوجل بإمكانك تغيير حساسية الضغط إذا حاب الأطراف تكون حساسة أو العكس أنا شوف هذه الطريقة أفضل من أضافة زر خاص للمساعد مثل سامسونج مع بيكس بي أو الجي مع مساعد جوجل بسبب ما يكون عندك كثرة أزرار بالجوال في أيضاً الـ Always On Display هي عبارة عن واجهة تعطيك الوقت والتنبيهات لما الجهاز يكون مغلق هذه الخاصية حلوة وجميع الأجهزة اللي بشاشة OLED المفروض تدعم هذه الخاصية انتهينا من عداد الجهاز اللي انطيب على الأول بصراح الجهاز باليد ممتاز ما تحس أنه رخيص صيحة أنه بلاستيك بس تحس بتماسك الشاشة بطلة على سعر الجهاز لكن عيبها السطوع ضعيف أكيد بتسأل طيب ليش سعر الجهاز من خفض إيش اللي سوتها جوجل لخفض الجهاز والجوب كالتالي أول شيء المعالج الموجود ما هم المعالجات القوية من السناب دراغن هل يعني الجهاز ضعيف؟ نسبياً بس ما أحس بتلاعظ هذا الشيء عن طريق الاستخدام اليومي ثاني شيء جودة تصنيع بلاستيك صيحة أنها ممتازة ولكن البلاستيك أرخص من الزجاج والجهاز ما يدعم الشحن اللاسلكي وغير مقاوم للماء وأخر شيء نوع الزجاج للشاشة جوجل ما استخدمت الشركة المشهورة الكورنينج جوريلا جلاس في الجهاز ولكن راحت لشركة ثانية اسمها دراغن تيل نرجع للكاميرا الكاميرا من أهم مميزات البيكسل ومن المميزات القوية جدا الكاميرا الخلفية تعطيك كل مميزات البيكسل 3 تصوير ممتاز بجميع أنواع الإضاءة يتواجد خاصية العزل وخاصية التصوير الليلي نشوف بعض الصور اللي صورتها بكاميرا البيكسل أول صورة كانت لجهاز السامسونج الثاني لاحظ الكنتراست بين الألوان الصورة الثالثة نشوف كيف الألوان عميقة الصورة الرابعة مع خاصية العزل ونشوف كيف التقاط الحواف بشكل ممتاز آخر صورة الوضع الليلي وبصراحة شي رهيب على فكرة متابعيني حياكم أكاونت الانستجرام بحط الأكاونت تحت زر اللايك وصلنا للهاية الفيديو إن شاء الله راح أعمل له مراجعة شاملة وأقول لك إذا الجهاز يستاهل أو لا كان طبع أول الجهاز بطل وبعد راح أقارب بين كاميرا البيكسل والآيفون 10S لمتابعتك الجديد سبسكرايب وفعل جرس التنبيه كان معكم عبدالعزيز من قناة سركل نشوفكم على الخير مع السلامة